فيما طلاب المدارس يتحضرون لفحوصاتهم الرسمية صدرت نتائج فحوصات مياه مدارسهم التي يشربون منها فيوم حطت حملة سلامة الغذاء في المدارس قام المراقبون الصحيون بأخذ عينات في شهري أذار ونيسان من 289 مدرسة رسمية وخاصة جاءت نتائجها على شكل التالي 152 عينة غير مطابقة للمواصفات 72 مدرسة يوجد فيها تلوث جرثومي كامل وخطير يؤدي إلى أمراض عدة و43 مدرسة تحتوي مياهها على البراز البشري هذه النسب كان أعلن عنها وزير الصحة والأبو فعور في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية ليسبو صعب في أواخر نيسان الماضي وأعلن حينها أبو فعور أن نتائج التحاليل الذي أخذت من المدارس أظهرت أن 49% من العينات التي خضعت للتحاليل الجرثومية أتت غير مطابقة للمواصفات إلا أن وزير التربية رفض بعد نشر اللائحة التشهير بالمدارس سائلا ما الجدوى من نشر أسمائها وإذا ما كان بهدف إثارة البلبلة بصعب الذي كان يتحدث خلال حفل تكريم المعلمين المتقاعدين طرح علامات استفهام حول نتائج العينات تبين أنه لا فيه تناقض بالتقرير اللي طالع وبالنتيجة اللي طالعة من وراء التحاليل تبعنا أنا ليش عمقول هالشي عمقول لأنه نشر أسماء المدارس للتجريح فقط مش بمحله نحن عم نشتغل مع وزارة الصحة وعن لجنة رح تكون مشتركة لحتى نحقق المناطق اللي كان فيها تضارب بالتقارير ولكن ما فينا ننكر أنه في مشاكل عم نعالجها وفتنا على مجلس الوزراء وطالبنا بمبالغ لتأهيل هالمدارس الرسمية ونطلب من المدارس الخاصة أنه تأهل شبكاتها عند الحاجة مصادر في وزارة الصحة من جهتها شددت على صحة النتائج المنشورة في اللوائح مؤكدة أنها ستتابع العمل المشترك مع وزارة التربية لمعالجة الأمر ملف مياه المدارس لم ينتهي بعد فالعينات شملت فقط 289 مدرسة من أصل نحو 2600 مدرسة ما يعني أن الخير لأدام فأي مياه يشرب أولادنا